طلع علينا بيتمنى ان احنا نكون في مصر زي كوريا الجنوبية وزي سنغافورة نشوف لو انت عايز تعمل التطور والنمو والتقدم اللي عملته كوريا الجنوبية اللي عملته سنغافورة اللي عملته اي دولة اخرى تقدر بس السياق اللي اتعمل هو العمل والعمل والصبر والتطحين اول تاني العمل 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 الصبر والتطحين طبعا مش هتكلم في مقارنات بين أين كانت كوريا الجنوبية وإحنا كنا فين مع بداية الإتيام بالحكم العسكري اللي هو المدرسة بتاعت المدرسة التي تسيطر علينا حتى زيد العصر تعرفين الجيش هو اللي بيحكم غزب عمبوز أبونا من 52 لحد دلوقتي هي سنة واحدة وكانوا يعني يشيطون غضبا والحمد لله خلصوا على الراجل بدري بدري الراجل دخل الدولة وخرج من الدولة ما مضاش على الميزانية خلي بالك مرسي خرج ودخل ما مضاش على الميزانية الدولة خرج بعد سبعة أسف دخل بعد سبعة وخرج قبل سبعة لما مضى على زنية دي ما يعرفش حاجة الراجل فعلا مش هتكلم على احنا كنا فين وكوريا كانت فين وكوريا راحت فين والكلام ده كله لكن الحقيقة ماينفعش تبقى مالك كذاب تعرفين فيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ويعني تعرفين ربنا لما بينظرش الحد بيعذبه عذبا أليما يعني حرمان من الرحمة عدم النظر فالحديث استوقفني ايش معنى الثلاثة يعني ايه جريمة الثلاثة دول قال لك شيخ زاني وفقير متعالن وملك كذاب فانت عارف انت بتي فيه حاجات كده انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال أنا أتيت وجوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولي الكلام الصغير اللي يحمل معاني كتير جدا فالحقيقة فعلا ما تتخيل طب مثلا الشاب ممكن يقع في خطيئة الزنة عشان غلبته وشهوته طبعا هي محرمة لكن غلبته وشهوته لكن شيخ ما عندوش هذي شيخ فيذهب لها إذن هو محب أو ساعي للخطيئة مش الخطيئة اللي غلبته والفقير المتعال طب المتكبر ده ممكن يتكبر عشان فلوسه معه فلوس معه شهرة معه سلطة فبتديه له نوع من الواقع التكبر لكن انت فقير على ما تتكبر على ما تتعالى عكس طبيعتك في فرق من التكبر وعزة النفس خلي مالك لأنه الفقير اللي عزيزي النفس ده القرآن امتدحه لحسابهم الجاهل واغنياء من التعفف عزي النفس لكن مش تكبر تعالي والاخر اللي هو الملك الكذاب انت ملك محدش هيفرض سلطته عليك ليه تكتب ليه تكتب الحقيقة انا مش هرد عليه هيرد عليه الدكتور مراد علي قال الشروط الثلاثة التي ذكرها هي العمل والصبر والتضحية دراسات تجربة سنغافورة تؤكد غير ذلك عوامل النجاح الحقيقية بقى مش الصبر والعمل واحنا طبعا مع العمل والصبر والتضحية اكيد يعني دولا مش كلام مش صحيح لا العمل والصبر والتضحية بس قبلهم ايه بقى الكلام اللي قاله الدكتور مراد علي القيادة الحكيمة للرئيس الراحل ليكوان يو وخلفائه النظام الحكومي الفعال السيطرة على الفساد لاستثمار في التعيين في التعليم تعيين الاكفاء في المناصب بس ده جماعة ده جماعة باختصار باختصار رشدة الاصلاح رشدة الاصلاح هي تعليم كويس المنصب يجلس عليه الكفاء الكورس ده مايعودش عليه قدام الكاميرا دي الا الشخص الكفء الشخص الذي يستطيع ان يقوم بإدارة عمله بشكل جيد بغض النظر هو ابن مين ولا صاحبي ولا حبيبي ولا منافقي ولا بيطبلي ولا الكلام ده كله مصر لا يتم الاختيار فيها على معيار الكفاءة مطلقة حلوة مطلقة مطلقة لا يتم اختيار المناصب فيها على معيار الكفاءة مطلقة اجهزه الامنية بترفع تقاريرها على ده ما ببتاعنا ولا مش ببتاعنا لمواغذة اسف يعني زي ما قال السادات كده واسخوها تو لو حد نظيف ما ينفعش يجي يقعد بس النظيف ده هيقول لي كده ويقعد ينقشني وبتاعنا عايزه لمواغذة ملطوط عشان يقول له اه زي على عبد العال كده بس يا لأ بتاع القصار فيسكت بتاع القصار يا جماعة احنا الحقيقة تعبنا وليس هناك والله الا الشكوى لله سبحانه وتعالي يعني الواحد زي ما يقوله كده استفرغ الجهد اه احنا مواصل على المستوى الشخصي الله أعلم بقى لما يجي موضوع شهر يونيا عشان بتجيني رسال كتيرة جدا تحاول ان تثنيني عن قرار شهر يونيا من هنا لحد يونيا حلاء ربنا لكن الحقيقة الواحد استفرغ الجهد لم يتبقى الا اللجوء لهذا سبحانه وتعالي بقاء هذا الرجل وهذا النظام كل يوم تكلفته باهزة اشتركوا في القناة